شاهد معا ما الذي قاله فيه كثير من الانتقادات التي تتوجه لأن يتزالة التمكين وممكن تقوم كثير من الانتقادات الصحيحة لهذا النقد لأن يتزالة التمكين حاليا أنا أفتكر فيه وضع شيء بأنها تمارس مهام تنفيذية ومهام قضائية ومهام بتاع التحقيق ومهام بتاع النيابة فيه كثير من السلطات مركزة في يدها كيفية تطوير هذه اللجنة عشان تضمن تنفيذ المبدأ بتاع الفصل بين السلطات وتضمن برضو تحقيق العدالة الكاملة وتضمن أن لا يدار أحد برضو من عمله لجنة إزالة التمكين لا يجب أن تكون جهاز بتاع أمن شعبي إذا اللجنة التمكين لا يبغي أن تكون جهاز بتاع أمن شعبي هكذا يقول أمجد فريد مستشار حمدوك وقبل أيام كان حمدوك في زيارة لجنة التمكين وكانوا يتحدثون معه عن جهاز الأمن الداخلي وأنهم يقدمون المعلومات كجهة أمنية حاليا هل هناك طبخة جديدة بخصوص لجهة التمكين على كل والله هو العبارة جميلة جدا يعني أن فعلا لجنة إزالة التمكين تحولت إلى جهاز أمن شعبي وتمارس أدوار فعلا خطيرة جدا من حيث أدوار النيابة أدوار قضاء أدوار شرطة أدوار أجهزة أمنية يعني حالة من التغول على أجهزة الدولة وطبيعي جدا أن تكون النهايات في تقدير النهايات كارثية في النهاية على هذه اللجنة والقائمين عليها وسنجد بعد فترة أن هذه اللجنة بطبيعة الحال سيضحها بها لأنه هكذا تعودنا عموما من الأنظمة عموما في المراحل الانتقالية لم تقبل أن تسقط لا يسقط رئيس الوزراء ولا تسقط ولا يسقط مجلس السيادة أتصور أن الحلقة الأضعفة التي سيتم التضحية بها حتى تظهر بقية المؤسسات بأنها مؤسسات نظيفة وبأنها لا توفر القطاء لهذه اللجنة وأداءها وعملها وإشكالاتها وبالتالي قابل أنا في تقدير موضوع لجنة إزالة التمكين من إعادة النظر فيها بشكل جديد وتطعيمها بشخصيات قانونية إبعاد شخصيات ذات الطابع السياسي حتى لا يصور بأن تحركها تحرك بدوافع سياسية أيضا حتى لا يؤدي إلى تمكين جديد يعني هناك الآن كثير من الحركات التي مثلا قدمت من الخارج بالحركات المسلحة مثل عبد والمساواة كان واضح عنده الرؤية واضحة في أنه والله لن نقبل بإزالة التمكين بتمكين ومعنى ذلك هناك 27 ألف وظيفة صنعت خلال الفترة الماضية أو أفرغ منها رجال وأدخلت فيها شخصيات ولكن الشعب السوداني قد يتساءل من هؤلاء أيضا من حق الناس أن تنظر في ملفات الذين تم استيعابهم هناك استعادة لعداد كبير جدا من الذين تم فصلهم أيضا كل هذه القضايا على كل لم يتم التعامل معها بأسس قضائية وبأسس يشعر فيها المواطن السوداني بأن والله العدالة تطبق وتأخذ مجرعها هذا أيضا إذا تجاوزنا الإشكالات التي ظلت تسكم الأنو فيما يتعلق بالأموال وطبيعة هذه الأموال وهل هناك فعلا شيء دخل إلى الدولة أو لم يتخل إلى هذه اللحظة الشارع السوداني يترقف في أنه هل فعلا هناك مال تم تسريبه وبالتالي في المرحلة القادمة أنا أتصور إذا حصل تعديل في هذه اللجنة وحتما لا بد أن يحصل فإننا سنشهد النظر في نوعين من الفساد أو من الإشكالات الفساد الذي كان قبل لجنة إزالة التمكين أو في النظام السابق والفساد الذي حصل بعد تكوين لجنة إزالة التمكين يعني أنت للأسف الشديد تشهد مجموعة من الإجراءات تؤدي بطبيعة الحال إلى الفساد يعني اللجنة يكون فيها مثلا كل هذه السلطات سلطات أمنية سلطات قضائية سلطات عقلية كل هذه الجوانب بطبيعة الحال السلطة المطلقة كما يقال تؤدي إلى المفاسد أو المفسدة المطلقة وبالتالي لا بد أن نصل إلى أن هذه اللجنة تقف عند حدها وأنا أتصور الفترة القادمة قد نشهد إن شاء الله هذا النوع من التعديل وخصوصا الأصوات التي الآن تتكلم عندها ضوء أنا لا أتصور أنها تتكلم دون ضوء أخضر وربما الاستياء أيضا كبير حتى في داخل أجهزة الدولة قد يكون كبير اشتركوا في القناة